نستطع وضع مدن الضفة الغربية ما جديد الوضع هناك خالد يعني لا جديد المزيد من الاقتحامات والمزيد من الاعتقالات والضحايا حيث قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا صباح اليوم في بلدة عرابة أثناء اقتحام جنود مشاه من الجيش الإسرائيلي المنطقة الجنوبية من البلدة واندلعت هناك مواجهات أدت إلى مقتل فلسطيني وإصابة العشرات بحالات الاختناق مساء أيضا عاد الجيش الإسرائيلي الاقتحام بلدة عرابة حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة ثلاثة فلسطينيين هناك بالرصاص الحي في بلدة بورقة بمحافظة نابلس أيضا قتل فلسطيني وأصيب عدد آخر بالرصاص المطاطي وحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع حيث أفاد الفلسطينيون بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة بورقة وقامت بتفجير مركبة ونفذت عملية اعتقالات واسعة في البلدة ومتأخرا بعد عملية الاعتقال أعلنت وزارة الصحة عن وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي أيضا في منطقة بيت لحم كان هناك اجتياح للجيش الإسرائيلي قبل قليل وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بأن أربعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي والعشرات بحالات الاختناق جراء المواجهات التي اندلعت فور دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة بيت لحم وهناك العديد من اعتداءات المستوطنين هذا اليوم حيث كان أبرزها النداءات لمسح حوارة بلدة حوارة عن الخارطة أو إحراق بلدة حوارة ينادون بعضهم البعض خالد بهذا الشأن أن الناس تسمعهم من خلال الاجتماعات كيف تتسلسل مسألة نداء الفلسطينيين هي إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات يدلي بها المستوطنون للإذاعات الإسرائيلية مثلا كان قبل قليل انتشر فيديو لحقام من مستوطنة يتسار يقول بأنه يجب إزالة بلدة حوارة عن الوجود كما يجري في قطاع غزة وأنه لا يجب أن يعيش الفلسطينيون حياة طبيعية في بلدة حوارة وأن المستوطنين سيستمرون باستخدام الشارع الرئيسي الذي يمر من منتصف حوارة حتى عند البدء باستخدام الشارع الالتفافي الذي هو في مراحله النهائية ويتجاوز مدينة حوارة وأنه يجب عدم فتح المحل التجارية في بلدة حوارة هذه تصريحات مسجلة يتم تناكلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حسين طيب أشكرك خالد أكتفي معك بهذا القذر وأتابع مع محمد عوض من رام الله شكرا خالد القاسم ورأس الحدث